زار الرئيس كتلة حلف وجامع حضراموت المقدم سالم بالسميدة عافظ البنك المركز الأسبق والخبير الاقتصادي المعروف الأستاذ محمد عوض بن همامة في منزله بمدينة قيل بوزير لتبادل التهاني بشهر رمضان المبارك وللاطمئنان على صحته ضمن السيارات الرمضانية التي تنظمها الكتلة لعدد من الشخصيات بحضراموت كما زار رئيس الكتلة عضوي الهياء العليا لمؤتمر حضراموت الجامع الأستاذ حاج عمر بشير والأستاذ أكرم أحمد باشكيل بمنزليهما بمدينة قيل بوزير وأشهد المقدم بالسميدة بن إضالات وجهود الأستاذة بن همام وبشير وباشكيل وتضحياتهم من أجل الوطن كل في مجاله واقتصاصه مؤكدا بأن التاريخ لا ينسى لهم تضحياتهم ومقدموه خلال المراحل المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر